مرة تانية أعلم بكم معنا ورجعنا لكم فقرة قالو عن الطريق الثالث وهبدأ بمقالة الكاتب الراقي المحترم الأستاذ هشام صلاح في جريدة الشاهد بيكلم عن الطريق الثالث وبيقول أنه فكرة غير تقليدية وخروج عن القالب التقليدي التمثيلي وأنه بيحاكي الواقع وبيكلم عن قضايا واهتمامات المواطن وبالفعل والله إحنا بناشكر طبعا الأستاذ هشام صلاح على كلامه الجميل في طريق الثالث وإحنا فعلا نتمنى دايما أنه نكون عند حسن نظامنا المشاهد ونكون بنشتغل عند المشاهد دي أو دا مبدأنا إحنا بنشتغل عند المواطن دا هشام صلاح في الشاهد أيضا بيكلم وبيقول أن الطريق الثالث وفريق الإعداد وبيتكلم على فريق العمل طبعا يبسط يا عم حمدي بيقول استطاع من اختيار موضوعاته المهمة والحياتية التي تهم قطاع عريض من المواطنين وإن كانت الحلقات تحتاج أحيانا المرسلين للتقديم تقارير مصاحبة لعرض الموضوعات أما عن التقديم فالدباني استطاع التمرض على القالب التمثيلي والذي وضع مقدم البرامج التقشوء أنفسهم فيه كذلك واستطاع كذلك قدرته على الاستماع الجيد والواعي للضيف وجاذبه لمناطق لحاول البعض تجنب الحديث فيها وبيتكلم أيضا وقد استطاع البرنامج من خلال فريق عمله أن يكون مرآة صديقة تعكس قضايا المجتمع وما يهم المواطنين بعيدا عن تلك البرامج الموجهة والتي لا تحترم عقلية المشاهد وتاسعة ولا تاسعة إلا إلى الترويج لفكرة بعينها أو تصدير وجهة نظر معينة دونما الأخرى في صورة هشام يا حمد في الحقيقة بنتوجه مرة تانية بالشكر للكاتب الأستاذ هشام صلاح على الكلمات اللي سطرها ونتمنى يا رب يا أستاذ هشام أن نكون عند حسن ظن المشاهدين وعند حسن ظن المتابعين لبرنامج الطريق الثالث وأنت وأمثالك أيضا من دعامات ودعائم الطريق الثالث برؤيتكم النقدية الثاقبة التي دائما ترمير لنا الطريق أيضا الكاتب الأستاذ طاري عزت وهو متخصص طبعا في شؤون التعليم وله باع في هذا المجال وكان أيضا من ضيوف برنامج الطريق الثالث في عدة حلقات وسواء كان استضافة على الهواء أو من خلال المداخلات بدون زعل طاري عزت كاشف حسابنا مع العلامة هاني الدباني وبالتالي طبعا طريق الثالث طاري عزت بيكلم أنه حضر في هذا البرنامج عدة حلقات ونقش عدة موضوعات وأيضا كان هناك بعض المداخلات الهاتفية من خلال البرنامج اللي أشار إليها طبعا منها ما هو خاص بالتعليم ومنها ما هو أيضا خاص بغير التعليم وفي الحقيقة أنا بحي طاري عزت على هذه الذكرة القوية طاري عزت افتكر تقريبا عمل كاشف حساب بجد يعني عمل كاشف حساب زي ما يقولوا كده ما يخرش الماية جاب كل الوقاعة اللي تمت في هذا البرنامج من خلال استضافته ووضيوف آخرين وذكر الأستاذ محمد عبدالله الأمين العام لنقبط المعلمين وذكر برضو الزميل محمود علوان الصحفي بجريد فيتو رئيس قسم تعليم بفيتو اللي جمعتهم لقاءات ومداخلات هاتفية في بعض الحلقات وكان موجود فيها الأستاذ محمد عبدالله والدكتور بدوي علام رئيس مجلس الأماناء أيضا الإجيزة في الحقيقة يعني كده انتهت فقرة قاله عن الطريق التالي وبشكر مرة تانية الأستاذ الشرام صلاح والأستاذ طارق عزد في كده خبر هختم به معاكم من محافظة الدهلية معلش كده قلهول يا حمدي يعني يادة نارده محافظة الدهلية دخل مدرسة ويعنف هتشوف حضرك حالة دلوقتي ويعنف مديرة مدرسة على عدم النظافة ويطلب منها أن يقوم التلاميذ بذلك وعندما رفضت حوالي التحقيق فقامت بتقديم استقالتها طيب شكرا أنا كده شكرا انت خلاص تعالي وعصد قليقة اللي بالحضرتك هو يعني يعني رجل عنده حسنية ورجل عنده غيرة على المدرسة ونظافة المدرسة ولكنه لا يعلم أن هناك معاوقات لهذه المديرة وغيرها من مديرين المدارس خليني أقول بشكل كبير في صرف جنيه على العمال أنه يجيب عامل ويدد له أجر والأجر في الحقيقة هو 700 أو 800 جنيه في الشهر في حين أن المدارس فيها فلوس في ميزانياتها ولكن محدش بيقدر يصرف منها جميل ليه؟ علامة استفهام كبيرة مش عارفين ونرجع نشتيك نقول النظافة ونظافة الحمامات ونظافة المدرسة أنت محق سيد المحافظ في أنك تطالب أن تكون المدرسة نظيفة أنت محق في ذلك ومشكور على ذلك ولكن لابد أن يكون لك أيضا إجراء عقابي ولكن ليس للمديرة فقط خليني أقول ولكن للأجهزة الأخرى المعاونة وللإدارات الأخرى المعاونة والمدريات الأخرى المعاونة منها المالية مثلا أنتوا ليه بتوقفوا الصرف وبتوقفوا صرف في فلوس ناس دي كلها فلوس ناس الطالب لما بيدفع المصروفات بتاعته جزء كبير منها بيروح ويتوزع على أنشطة وغير الأنشطة على بنود خليني أقول مش هتوهج من هذه البنود يحق لمدير المدرسة بموافقة مجلس الأمناء أنه يعين ناس بالأجر كعمال نظافة كإداريين كمشرفين كاستقبال كأم وما إلى ذلك ولكن مع ضيق اليد برغم أنها مش ضيق يد التعبير بتاعي ده ممكن ما يكونش دقيق مع ضيق الأفق للبعض الحسابات بتتجمد الحسابات بتقف وبترجع في 31 أغسطس من كل سنة ملايين ممليانة ما خدناش منها جنيه من مدارس وترجع زي ما هي وما نستفدش منها حاجة إلى أن صحونا في 2014 على كارثة في إدارة من الإدارات مندير إدارة كان بيستولي على 335 مليون جنيه وحاليا محل الجنيات ومحبوز في هذه القضايا ترجمة نانسي قنقر